مواعيد الثامنة الإخباري من تونس تتابعون في أهم محطاته الليلة رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيتم قريباً يعلن مواعيد استفتاء الشباب حول شأن العامة وتركيبة اللجنة التي ستنظر في الإصلاحات السياسية على خلفية عدم صرف أجوه نوفمبر الماضي تواصل إضراب أعوان الشركة الوطنية لسكك الحديدية لليوم الثاني على التوالي تباين الأراء بخصوص ارتفاع أسعار زيت الزيتون بين نقص الصابة وارتفاع كلفة الإنتاج والتحويل والأخبار تواكب جائزة ديوان الزيت لأجوة منتج أهلاً بكم مع عزائنا المشاهدين موعد استفتاء الشباب حول الشأن العامة التي ستعلن قريباً وتركيبة اللجنة التي ستنظر في الإصلاحات السياسية ومشروع مرسوم مستعجل يتعلق بالصلح الجزائي وآخر متصل بالشركات الأهلية وغيرها موضوع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد أثماء ترأسي لاجتماع المجلس الوزراء المخصص للنظر في عدد من المرسوم ومشاريع الأوامر أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لا مجال العودة إلى ما قبل تاريخ الخامس والعشرين من جولياء الفارت الرجوع إلى الوراء لا مجالة لو يحلم من يتصور أنه سيعود إلى الوراء عملناهم ويقول لكم الحريات معنا الحرية عندهم هي السم والشكل والثل والسرق أو يتابع رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء لإشارة إلى بعض نقاط مشروع المرسوم المتصل بالشركات الأهلية وتأكيد على ضرورة التداول بشكل مستعجل في مشروع المرسوم المتصل بالسلح الجزائي هذا بالإضافة إلى تطهير البلاد والقضاء سويانا سنتهر بحول الله البلاد وأيضا سأدعو الممثلي القضاء على ضرورة تطهير القضاء على ضرورة تطهير القضاء من لا يشعر بالمسؤولية أو ممن تورطه في عددا من القضايا كما أكد رئيس الجمهورية أيضا بأن تاريخ الثورة هو يوم السابع عشر من ديسومر بدل الرابع عشر من جانفي وفق ما ينص عليه مشروع أمر في ذات الشأن قائلا أنه سيتم في قادم الأيام الأعلان عن المواعيد المتصلة باستفتاء فئة الشباب حول عدة مواضيعتهم الشأن العام وتركبة اللجنة التي ستنظر في عدد من الإصلاحات السياسية وفق ما نص عليه الأمر مهى وسبعة عشر نحن نتكلم عن هذه خيارات التنظيم القاعدة ونرفض فما الشعب يقبل ولا يرفض نحن ليقبل ولا يرفض خالينا نشوفوه شي حب الضبط هو ننظمه استفتاء بالرغم المخاطر متاعه والانزلاقات لأنه في كثير من الأحيان كما قلت من أدوات الدكتاتورية المتنكرة لكن نحن نحن نكون بالفعل معبر تعبير صادق عن الإرادة الشعبية أو اختتم رئيس الجمهورية كلمته خلالة رأسي الاجتماعي مجلس الوزراء بتجديد التأكيد على منه أي كان من المساس بسيادات الدولة وعدم التفريط في مكتسبتها والعمل لتحقيق الخيارات التي عبر عنها الشعب زمن الثورة طالبت سبع عشرة منظمة وجمعية حقوقية في بيان مشترك المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية طالبتها بإجراء الإصلاحة العجلة ضمانا لسرعة البت في الملفات الكبرى المعروضة على القضاء دعية المجلس إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومات القضائية وإعلام الرأي العام بمآلات الملفات التي شغلته الجمعيات والمنظمات المذكورة وعلى رأسها جمعية القضاء التونسيين ونقابة الصحفيين تونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد أصحاب شهائد المعطلين عن العمل نددت في بيانها بحملات التشهير التي طالت المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه مؤكدة تمسكها بهذه المؤسسة الدستورية ضرورة مصرحة الشعب التونسي بالأوضاع التي آلت إليها البلاد ومشاركته المسؤولية موضوع دعوة واجهها أمين عام اتحاد شغل نور الدين الطبوبي إلى الحكومة خلال لقائه الأخير رئيساتها وعلى هامش ملتقى نظمه مركز التضامن وقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل قال الطبوبي إن الأوضاع تتضمن عديد تعقيدات ما يستوجب تجاوز مرحلة التشخيص وتبادل اللوم نافيا اتصال الحكومة به بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولية لعننا اتصال ولا نعرف على الخطة انتحم ولا نعرف على مضامينهم وكان ثم في مني حاجة طرحت علينا والجناعة تناسب وعطينا فيها في مني موقفنا رأينا كنقولوا موقفنا والمرارو عبر مؤسسات الاتحاد نتحملوا مستبيتنا معنقوا عن ناشوه إذا كيف العادة يبنوا في مشروع ومشيين بيه معناها صندوق النقد الدولي والغيره هم أحرار وإحنا أحرار زادة بش الخيارات اللي مش تمشي وما تنسبش الشعب التونسي وما تنسبش الطابق العام وما تنسبش معناها قناعات الاتحاد العام التونسي للشغل كل طرف سيتحمل مسؤوليته وكل طرف منها مش يدافع على الإسحقاقات متواصلا لليوم الثاني على توالي ومتسببا في تعطيل كبير لمصالح المواطنين مستعمل القطارات بأنواعها رصدت كاميرا الأخبار تابعات إضراب أعمال الشركة الوطنية لسكك الحديدية احتجاجا ضد عدم صرف أجورهم لنوفمبر الماضي رصدت تابعاته وأضراره في صفوف حرفاء الشركة الوطنية المرفق العمومي الذي يعيش مشاكل مزمنة وأوضاع مالية وهيكلية متردية أغلقت أبواب محطة تونس على غير العادة أقفلت شبابك التذاكري وشاشات توقيت السفرات توقفت حركة القطارات خلت سكك الحديدية من الحركة وعاد المواطنون أدراجهم من كان متوجها لعمله أو لقضاء شأن ما ومن كان قاصدا مقاعد الدراسة الكل تعطلت شؤونه مع تواصل إدراب أعوان السكك الحديدية لليوم الثاني على التوالي هم مقارفين وهلكونا نحن حتى نحن مقارفين معه الناس الكلها تعطلت اللي ماشي يقرأ واللي ماشي يخدم واللي يعلم به ربي شنو عنده قبيات كمان عندي قبيات هني قعت أنا هابتل الزار بشخال سلودي اللي كون متاع يعني من ستة مية وخمسين فرنك تسكرة أو بشنو ستحب لي سبعلي فرنك نخدم لازمني تاكسي أخر بش نرجع للمطار نخدمه برا شوفه من غادي للمطار يعني أنا بشخال سلودي 30 ألف الركوب وهذاك هيا تونس اللي معندوش بش يركب حق تاكسي شنو يعمل يوقع دمتايش باتهنا ذك هو ذحية المواطنين ذحية مش نمشي لاخد طراء قليلة مصابة طراء مش نمشي نشوف نقاش نقل هذكا وما عندهم الحق على خطر واحد زادة يخدم ما يخلصش أما دي مذاريب يدفح المواطن وكهاء فمتجات في روسنا هنا من بعد نقصوا كوارت الكلنا عنا كوارت معنية كل شهر نقصوا كوارت ومن بعد هنا متعذبين مشي تش نخدم مشي تش نخدم رسطينا رطاء أنا من حمام للف يعني جيت بش ناخد طراء كل شاي ما لقيت شواللي تجيت في الواج بعد يكا مروح صفوار كيفيش سوما عصلا ما يوم مش فيك فهمت يقول لك صفوار عليه يخدم يطرد خدمته يقرأ مريض كاتب عامل جامعة العامة للسكك الحديدية العربي يعقبي قال إن هذا الإذراب يأتي إثر عدم صرف أجور العمال لشهر نوفمبر المنقضي مؤكدا تواصل الإذراب إلى حين الإسجابة لمطالبهم عدم صرف الأجور متاعنا وهذه سبب رئيسي ورغم اللي ماتها نحن كجامعة عامة نبهنا صوت الأشراف وبعثنا لها مراسلة من نهار 12 نوفمبر فيها الاتفاقات العالقة وفيها وضعية المؤسس شركة الوطنيسك حديدية وعنى مؤسسكة هي شركة تشغال السكة زينا بلاش أجور أحب أن نشوف الوضعية هذه لحد الآن ما جاوبتش له زهر رئيس مودي العام من نهار 8 أكتوبر إلى حد هالساعة مع ناشا رئيس مودي العام ونباش نكملوا في ذراب حتى للتوفير المطالب نغير أجور العام ونفهمت له لها عبارة توبطة نحن توفي ديارنا مع النشاء لخلصنا كرينا ولخلصنا العتارة قانون أساسي من السبعينات ومن ثمانينات عنها متحيينش تأخر صرف أجور عملة وعدم قدرتهم على الاستجابة لمتطلباتهم الحياتية من جهة وتعطل مصالح المواطنين من جهة أخرى صورتانية يعكسهما إذراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي قالت في بلاغ لها إنه يتم العمل حاليا على فض هذا الإشكال لاستئناف النسق العادي للنشاط متقدمة باعتذاراتها لكافة حرفائها داعية كافة أعوانها وهياكلها النقابية إلى مراعاة الضرف الصعب الذي تمر به والعمل سويا لتأمين سير المرفق العام الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها من أجل تلقيح التونسيين ضد كورونا وتونس تتابع الوضع الوبائي في العالم مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس وظهور المتحور الجديد أوميكرون بعدة دول هذا ما صرح به وزير الصحة علم رابطة ثلاغتماع مجلس الوزراء بقصر قرطوجة اليوم مؤكدا أن تونس شارعت في اتخاذ عديد التدابير لضمان نجاعة التعامل مع الوضع الوبائي العالمي أمام الوضع القلق في العالم والمتحور الجديد لكن نجمنا أن نحضروا رواحنا وبدأنا نحضروا في رواحنا من ذلك الإجراءات الوقائية على الحدود الوافدين إضافة إلى ذلك لكي نكثفوا السيكونساج حتى السيكونساج هو الوحيد الذي يوري المتحورات والتحضير سيتم في مسال الكوفيد في المستشفيات بالمستشفيات الميدانية بالاستعداد الجيد والأكسجين على خطر نستسقى العبر والإخلالات التي سروا قبل والتجارب العالمية في المجال اليابان ستوصل دعم تونس في جميع المجالات كما أكده سفير البلد الصديق بتونس شينزوكي شينوزو الذي صرح أن استثمارات الشركات اليابانية قفزت إلى المرتبة الثالثة في تونس في وقت تستعد فيه بلدنا لاحتضان مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد ثمانية رئيسة الحكومة نجلة أبودان رمضان نوهت في لقائها أمس السفير الياباني نوهت بدعم توكيو تونس وفي لقاء جمعها بسفير البحرين بتونس إبراهيم محمود أحمد عبدالله عبرت رئيسة الحكومة عن ضرورة الإسراع بإنجاز بقية مراحل مرفأ تونس المالية الواقع بمنطقة رواد مشددة على متانة الروابط الأخوية بين البلدين وعلى رغبة تونس في مزيد تطويرها ليؤكد السفير البحريني تطلع بلاده لعقد أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية البحرينية بالمنامة توسيعا لمجالات التعاون استعدادات المعهد العربي لرواساء المؤسسات وشركائه لتنظيم الدورة الخامسة والثلاثين من أيام المؤسسة بمدينة سوسة وبرنامجها مضوع لقاء آخر جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رئيس المعهد الطيب البياحي لتثمن رئيسة الحكومة دور المؤسسات الاقتصادية الكبير في خلق مواطن الشغل وخلق الثروة رئيس المعهد دعا إلى ضرورة مساندة المؤسسات الاقتصادية حفظا للنسيج الاقتصادي ودعما للاستثمار الوطني دليل الإفصاح غير المالي للشركات المدرجة بالبورصة وثيقة تفعل الحوكمة إذ تلزم المؤسسات المعنية بنشر نتائج أنشطتها على البيئة والمحيط الاجتماعي إصدار اختياري لاعتماد نشرته بورصة تونس للأوراق المالية وهيئة السوق المالية وسهم البنك الدولي فنيا في إعداده لتكريس مبدأ التنمية المستدامة لدى جميع المؤسسات وجعله قاعدة أساسية لتنمية أرقام معاملاتها تم في خطوة أولى إصدار دليل خاص بالمؤسسات المدرجة بالبورصة يمكنها من انتهاج سياسة الحوكمة ويخول لها الأفصاح عن نتائج أنشطتها ذات الإنعكاسات البيئية والاجتماعية ذلك ما أعلنه موديل عام بورصة تونس بلالسحنون خلال ملتقى تقديم دليل الأفصاح غير المالية للمؤسسات المدرجة بالبورصة الجيد هدايا ممكننا اليوم باش الشركات اللي باش تنخرط فيه أولا باش تبع المعايير الدولية من ناحية التنمية المستدامة ثانيا باش يمكن المقارنة بيناتهم وثالثا لتقييم مدى نجاعة التوخي لسياسات هذية التنمية المستدامة في عملياتهم في نتائجهم وفي تحسين الحوكمة متاحهم هذا الدليل الذي شارك في أعداده كل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي أعطى حرية الاختيار للمؤسسات المدرجة بالبورصة لتظل عملية الانخراط فيه اختيارية وليست إجبارية رغم ما يعود به من فائدة على المؤسسات والمحيطة باش يشجع المؤسسات على أنها تهتم بمحيطها تهتم بمحيطها الاقتصادي تهتم بمحيطها الاجتماعي تهتم بمحيطها البيئي وتنشر معلومات وحنا نتابعوها ونعتقد أن المؤسسات متاعنا عندها مسئوليات مجتمعية تكون خلاقة للثروة خلاقة للنشاط للمؤسسات وأيضا معناها خلاقة للمؤسسات والشغل منرحب رحب كبير بهالجيد اللي اليوم أعلنوا عنه لأنه بمثل أرارات كتير مهمة بحيات المؤسسات الخاصة اللي بدون نحن لا ننظر لأي استثمار في أي شركة خاصة إذا لم يتطبعوا هذه القيدة هو راو طوال الشركات اللي دجا تصدر لا بد أن تكون عندها استراتيجية في المسؤولية المجتمعية عليش خطر دجا المرشيات البرة والحرفاء البرة طالبين من الشركات هذن باش يعطيوا البروفة اللي هما عندهم سياسة بيئية وعندهم سياسة اجتماعية وقد تم أعداد هذا الدليل بناء على دراسة قامت بها السوق المالية منذ سنة الفارتة وشملت 42 مؤسسة مدرجة بالبورصة قبل أن نقترحه دليل قلنا أول حاجة سننا نعملها هو نعرفه نبضل شركة اليوم نحن فين اليوم بالنسبة للمسؤولية المجتمعية كيفاش اليوم الشركات شنو ما إنجازتهم في المجال هذي نلقى العديد من المؤسسات عندهم برامج لكن ما فيماش قاس مشترك ما فيماش حاجة اللي هي تقارير من بعضهم وكل واحد معنا فما عمليات وقعت بصيفة انفرادية وما فيماش حاجة اللي جمح من الناس كل أحنا الأمل اللي بتاعنا أنه الدليل هذية مش يخلي الناس الكل تنخرط في نفس المنظومة بنفس المعايير وإن شاء الله بعد هذية نوصل الهار نعمل مؤشر للتنمية المستدامة في بورصة تونس ويأمل ممثل السوق المالية أن تنخرط جميع المؤسسات المدرجة بالبورصة في هذه المنظومة التي تمكنهم من تكريس مبدأ المسئولية المجتمعية ضمن معاملاتهم اليومية بإشراف من وزارة الصناعة والمناجم وطاقة نظمت وحدة تصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية صباح اليوم يوما وطنيا في الإنتاجية حضره ممثلون عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولية وسفير اليابان بتونس إذ تم تقديم نتائج تطبيق مقاربة يابانية في أكثر من مئة مؤسسة صناعية تونسية على امتداد سنوات هي السنوات الخمس الماضية وهي مقاربة في مجال تحسين الإنتاجية في القطاع الصناعي يتصدر المنتجون اليابانيون العالم في مختلف المجالات ما يساعد البلاد على احتلال المركز الرابعي في الترتيب العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعود إلى استراتيجية الإدارة الصحيحة ففي اللغة اليابانية توجد كلمة كايزان وهي تعني التحسين المستمر وتستعمل في مقاربة تهدف إلى تنظيم الإنتاج داخل المؤسسات وإقامة التفاعل بين العمال لضمن النجاح مقاربة كايزان تبنتها وحدة تصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجورة والإنتاجية في مجال تحسين الإنتاجية في القطاع الصناعي عبر تطبيقها في مؤسسات تونسية مختصة في الكيمياء والنسيج وصناعات الميكانيكية والكهربائية معدل نسبة تحسين الإنتاجية بلغ 57% على مستوى المشاريع التي تحطت في المؤسسات وبرغت نسبة تحسين الجودة في معدلها 60% على مستوى المؤسسات الكايزان هو في حذاته تجديد هو تجديد ولكن ببطء ومن غير استثمارات كل بروش كايزان ما تخصش كان القطاع الصيني عبرك أن تمشي هذي هي ناجم يكون ينفتح على جميع القطاعات قطاع على غير قطاع الصحة قطاع التعليم العالي كيف كيف هذي طريقة تناجم تكون عندها فايلة وجدوى لكل قطاعات التي هي فايلة في الشأن الاقتصادي أكثر من مئة مؤسسة صناعية تونسية طبقت مقاربة كايزان ليقدم عدد منها نتائج التجربة في الندوة التي شاهدت الأعلان عن نتائج مسابقة كايزان على السعيدين الوطني والإفريقي بإحراز الشركات التونسية على جائزتين من أصل ثلاث مقدمة الاسبري كايزان شنو هو هي فلسفة وهو مينتسات هي عقلية يزم يتحلى بها من الديركتور جنيغال الآخر خدام في وسط المعنى حد ندنا ديزوبجكتيف مع بعضنا ووصلنا لهم زادة مع بعضنا غراس أوزي فوق تتلكي نحن وصلنا إلى الرزولتات بها في 2018 وال2019 وال2020 أول حاجة بينها سنشوف البروسيسوس دو آزيت مع تشنومة اللي فما العراقية اللي فما من بعد خدمنا على 5S 5S باش ننظموا معتها الكلوارة بتاعنا باش ننظموا الانتربريز اليوم أيبان في الانتربريز ووصلنا عملنا انسويفي انتان غيال اوسي بان نفو دلالكاليتي كو نفو دلالبروكتيفتي تصور مثلا لمواسطة هذية لو كان جيت تخدم في مناخ أكثر استقرار تصور انت بلاد كاملة نحطه في مخاخنا اللي يلزمنا نخدمه أكثر شنا جميقة مستقبل البلاد مستقبل الجيد القادمة مربوطة بها إرجاع ثيقة هذية وانا نرجع ونخدمه ونعود ونرجع ونحسنه اللي يزم ونحسنه كما أثبتت البحوث أن تقنية كايزين ليست فعالة في المجال المهني فقط بل يتفق علماء النفس عبر العالم اتخاذ خطوات صغيرة نحو النجاح بما يعطي الشخص ثقة بالنفس ويمكنه من المحاولة أكثر باستخدام التفكير العقلني والإبداعي تسجل أسعار زيت الزيتون ارتفاعا هذا الموسم يفسره المواطنون عموما بنقص صبت الزيتين هذه السنة فيما تفسره شكوى الفلاحين وأصحاب المعاصر بارتفاع كلفة الإنتاج والتحويل نتابع مع المشاهدين ما عادت به كاميرا الأخبار في الصدد من سفاقس في هذه المعصرة كل مراحل عصر الزيتون تتم على الطريقة التقليدية هنا يأتي المواطن لقناء عولته من الزيت ككل سنة وإن ارتفع سعر باعي هذه المادة في هذا الموسم بالذات 10 دينار غالي ما رشنا بـ 12 دينار غالي نأخذ بـ 10 و9 ونص توا بـ 12 دينار الزويلة ما عاش لاحق والله إلا هو لاحق بالأوكب بالدبوس هناك زوزردو كما كنتنا الأصلية وبنسبة للسوم واحد وقت يبدأ كاليته بي ملاوش على السوم تيح أقل من 12 دينار نأخذ برخيص توكي يغلى مش موجود يغلى يغلى والله غالب والله إلا أسعار كما تشوف 10 دينار 11 دينار 12 دينار وإذا مربوط بصوم الزيتون بما أنه ميسر ناقص عام جفاف دونك كمية ما يكونش كبير يسر وحسب العرض وطلب ارتفاع أسعار زيت الزيتون يفسره البعض بارتفاع التكلفة أثناء الجني وما قبله وما بعده إضافة إلى تراجع قيمة السابة لهذا العام الشي مش ظهر مع أنت ناقص زيتون ما نعرفوش لسوء أنا بالنسبة لي لخطرن بيع العولة أما المعاصرية المشكلة المتاح يمكن أن الأسعار ماش ظهرة تتروح من إلي مع أنك النهار وصومه الفلاح يجي بيع نهار كذا نهار بـ 15% غضي يقوله بـ 17% مع أنه هذا ظهرة بيش رواحد يخدم مع البازاكية أسعار من نار الزيت أسعاره والدولة في البورصة العالمية تونس ولا إحنا كفلاحة ولا كأصحاب معاصر ما عندناش حتى قدرة على التسعير كله مرتبط بالعرض والطلب العالمي إضافة للتغيرات المناخية اللي تونس إسنا عندنا نصف صابة كاننا متوقعين صابة عندنا نصف صابة نصف الصابة هذية كذلك يخلي الإنتاج قليل ولو كان الإنتاج وفير كانت ممكن الأسعار على مستوى وطني تغيرات المناخية ساهمت في هذية في كل موسم لجني الزيتون تتغير الملامح في الحقول وفي المعاصر والأسواق ومع هذه الحركية تظهر نشاطات أخرى ترتبط أساسا بالزيتونة وبزيتها إنه موسم جني الزيتون بطعمه الخاص رغم الجفاف وثقل التكلف على الفلاح ورغم ارتفاع سعر زيت الزيتون على غير العادة واحتفاء بثروة تونس الخضراء المميزة وتتويجا لأفضل ما تنتجه حقول الزيتون التونسية العميرة أشجارا وثمارا دورة ربيعة من جائزة ديوان الزيت الوطني لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز باحت بأسرارها معلنة تحسن إنتاج زيت الزيتون هذا الموسم كاميرا الأخبار رفقت أحد المتوجين من منتجي ذهب الأصفر في حقله وعادت بصور والأجواء التي سنتابع تتعالى أهازجهن وزغاريدهن بين أشجار الزيتون المثقلة وأغسانها بخيرات الحقل وما أنتج لتمتزجا بصوت تناثر حباته وحصاد الأيدي ورائحة الأرض المسقية بعد ليلة ممترة عطر الأرض هو وعطر زيتونها فتحت كل زيتونة فرشت قمشة خاصة ونصبت سلالم لجمع حبات الزيتون ونقل المنتوج إلى المعصرة مباشرة ومن ثم الحصول على زيت زيتون بكر ممتاز الثانية هذه خذناها تربة بيضة عام 2008 الجودة تبدأ من حسن اختيار التربة تحليل التربة هو اللي أعطانا معنا أفراد روحه بيش ننغرص الزيتون هنا ثم اختيار معنا الشتلات والانواع التي غرصناها كما يقول البعلي يقول 20 متر ينشج هذا 6 على 6 كيف نسقيه كيف نعمل ثم اختيار أن ننتج زيت بيولوجي كيف ننصبر كيف نتبع الزيتون كيف نعلى الأمراض أسرار زيت ذي جودة عالية مكنت منتجه بشير جرية من التتويج من قبل المجلس الدولي للزيت بالجائزة الذهبية في إسبانيا والجائزة الفضية للديوان الوطني للزيت لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز المعصر هذه تسمى نوعين منتجه نوعين منتجه تعطينيه الزيت وتعطينيه الفيتورة على شكل عجين ما تعطينيه مرجين نعصر المنتجه النهار نعصر في نهار ما نبيته هذا باش نحافظه على الجودة الزيت المنتجه والحلو والنقر المنتجه فيه مجموعة من الغلال مذاق وجودة عالية مكنت هذا المنتوج من التتويج إلى جانب إحدى وعشرين منتجا آخر من زيت الزيتون من مختلف ولايات الجمهورية في إطار جائزة الديوان الوطني للزيت والتي تهدف إلى تشجيع المنتجين ومزيد التعريف بهم والترويج لمنتوجهم جوائز هذه هي حافز كبير معناها لتشجيع كل المنتجين والمحاولين والفاعلين في القطاع لتحسين الجودة وتكون هي القاطرة بشي نجموا ثمنوا ونبيعوا أكثر ما يمكن بالأسعار الكبيرة معناها بالنسبة لهذا وهذه استراتيجية التي تخدم علىها وزارة الفلاحة حاليا ستزدون 240 ألف طن معناها يزيد على المعدل السنوي منتعنا العشر سنوات الأخيرة الذي كان في حدود 22 معنا يزيده بـ 20 ألف طن وكنا نأمل بشي يكون الإنتاج أكبر إنتاج زيت زيتون شهد تحسنا في معدله مقارنة بالسنوات الماضية رغم الظروف المناخية الصعبة يتبعه تحسن مؤشرات التصدير التي من المقدر أن تبلغ 193 ألف طن من زيت الزيتون الذي تعد تونس من أهم منتجه في حوض المتوسط الأوامر الترسيبية التي تفعل قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي والتي تضمن أليات تفتح أبواب المبادرة الخاصة أمام ذوي الإعاقة وضعت وتم إرسالها إلى رئاسة الحكومة كما صرح به اليوم رئيس ديوان وزير تشغيل والتكوين المهنية خلال منتقى نظمه مركز التضامن وقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي لشغل من مجموع 276 ألف شخص حامل لبطاقة إعاقة تبلغ نسبة تشغيلهم ثمانية بالمئة فقط نسبة اعتبرها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضئيلة جدا وهناك تهميش في تطبيق القوانين والمراسيم اللي تمثل أشخاص والإعاقة الفئة هذية ما حابش تتغير النظر الحكومة الموجودة حاليا ولا حتى لقبلها أن الفئة هذية غير قادرة فئة معناه من المنظور الاجتماعي والصحي وقتل هي فئة عندها حق في التربية في التعليم في التشغيل التشريحات والاتفاقية الدولية المصادقة عليها ظلت حبرا على ورق وفق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أن المشكلة الأساسية بات يكمن في أزمة الثقة بين المجتمع السياسي والمدني والأشخاص ذوي الإعاقة قلنا نمروا الحاجة أخرى تكون مبادروا بها كالتحاد العام التونسي للشغل ونبدو بالمنظمات الوطنية بالمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص كيفاش تدمج معناه على الأقل في بعض الانتدابات خلتشوف الناس على الأقل حاجة تعمل معناها تشوف بسيس من الأمل معناها تقدم به هذاك اللي بشتبني به معناها الثيقة على الأقل مع هذه الفئة إصدار إطار ترتيبي لتنظير الشهائد التكوينية للأشخاص ذوي الإعاقة تبقى لقانون التكوين المهني مما يسهل إدمجهم بسوق الشغل من الإجراءات المزمعية تطبيقها وفق رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني الذي أعلن عن اعتماد مقاربة جديدة نشرك قدر الإمكان المجتمع المدني اللي هو أقرب مننا للفئات هذه الأشخاص ذوي الإعاقة واللي نحن نحاولوله لاعتمادات اللازمة ونرصدوله لاعتمادات اللازمة بش هو يقوم بالعمل هذي ونحاول الدور متاعنا نحن من دور مباشر إلى دور الراقب ودور مساندة التمعيات عندها سهولة في تصرف الأموال أيسر منها والتشريع يمنحها عديد المورونة سواء في تصرف الإداري أو المالي مركز التضامن من جهته أطلق حملة مناصرة من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين والتشغيل عقب إجراء دراسة ميدانية لواقع هذه الفئة من خلال هذه الدراسة كان فيه العديد من التوصيات من أهم هذه التوصيات هي مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل لأنه نرى أن النسبة الموجودة هي تمثل 1% على مستوى التطبيق حتى الـ 1% ليس موجود يذكر أن وزارة شؤون الاجتماعية قد طورت الاعتمادات المرصودة للبرنامج الوطني لبعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل لتصل خلال السنة الجارية إلى حوالي 4.5 مليون دينار خصصت لتمويل قرابة 800 مشروع الإنصات والمساندة والإنقاذ خطوة حيوية على طريق تحقيق تحقيق مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء وهي خطوة اتخذت منها الجهات المعنية شعارا لحملة الـ 16 يوما الأممية التي تنخرط فيها تونس مواجهة للعنف ضد تونسيات 78% من المبلغ عنه منه عنف زوجي كاميرا الأخبار رافقت بعض النساء المعنفات وعادت تحكي لكم مشاهدين حكاياتهن لنشاركهن أمل الخروج من محنة التعنيف سكر علي البيب ستة شهور يضرب فياء يهين فياء الرجل مش اللي عرفته هكذا تحدثت هذه المرأة عن تجرباتها المريرة مع العنف الزوجي مرحلة صعبة تمكنت من تجاوزها بعد تلقيها الإحاطة النفسية والدعم الاجتماعي بمركز الإيوائي والإصغاب بالاتحاد الوطني المرأة التونسية عملت لي ملف اجتماعي وسمعوني عملت لي استشارة قانونية وفهمتني في القانون 58 والاتحاد اللي بالحق كانوا لي سند اللحياتي والولدي اللي أنا رجعتني اختمتها الحمد والله حسلهم اللي عملت عملي مردتين عادي في صالحها زيز تبدل علي فرد المرأة فكلي كرني فكلي الوحدة اللي نخطفها بالدواء ولا ما تنبكي والالتحاد باهي زادئ عملوا لي قاذية للنفقة شهدات لضخايا العنف كسرنا بها حاجزة صمت وشاركنا في يوم إعلامي مفتوح تحت شعار ننصد نساند وننقذ وذلك في إطار الحملة الأممية لستة عشر يوم لمنهضة العنف ضد المرأة إلى حد نوفمبر 2021 استقبلنا حوالي 496 وضعية تتوزع بين حالات اجتماعية وضحايا عنف فما استوجب الإنصات والإحاطة على جميع المستويات الاجتماعية والدعم النفسي والإرشاد القانوني وفما حالات استوجبت الإقامة والإيواء بمركزنا ونعن وفولة زادة المرافقة إلى جميع الهيكل المعنية بالتدخل كما الفرقة المختصة في العنف كما المستشفيات العمومية كما مثلا المندو بحماية طفولة كما يوفر المركز خدمات تتعلق بالتمكين الاقتصادي لذحايا العنف عبر آليات متعددة نعملها تمكين اقتصادي إما عبر تكوين مهني مجاني بأحدى مراكس التكوين المهني والتي عندها شهادة في التكوين المهني في اختصاص ما الناس نقول لها قرض صغير تعمل مشروع صغير تقف على ساقها وتوفر الروحة الاستقلالية المالية التي تجعلها توجه الشيء هذا اليوم المفتوح مثل فرصة للبحث والنقاش حول قانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وسعوبة تطبيقه للاحظنا أن المحاكم التونسية متضاربة مختلفة فيما يتعلق بتطبيق إجراء الحماية إلى جانب مسألة الإعانة العدلية إلى جانب مسألة أن القضاء في القضايا العنف هو مجاني لحقيقة لا مازال المرأة مطالبة بأنها تخلص المحذر عد التنفيذ بأنها تخلص شهادة طبية صعوبة على مستوى الإجراءات تتمثل أيضا في طول إجراءات الفصل في قضايا الحماية ويظل التقليص من ظاهرة العنف المصلط على المرأة راهين تنفيذ تشريعات وقوانين تتطلب ميزانية كافية لتحقق الناجع المرجوة تونس تعطي الأولوية لإيجاد حلول مستدمة لنزاعات إفريقيا المكبلة نمو القرى وشعوبها وتحرص على تعزيز أليات مقاومة الإرهاب في دولها والعالم وغيرها من القضايا القرية والعالمية الهمة على رأسها التغيرات المناخية وملفات الهجرة غير النظامية موضوع مداخلة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي فالندوة الثامنة رفعت المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الملتئمة اليوم بالجزائر الشقيق في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال الندوة الثامنة رفعت المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة اليوم بالجزائر أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن السياق الحالي سواء على المستوى المحلي أو الدولي والمحمل بتحديات كبرى ومشتركة يدفع إلى مزيد تعزيز التشاور والتنسيق ودعم التعاون المشترك من أجل معالجة مسائل السلم والأمن في المنطقة الإفريقية وقال الجرندي أن تونس أدرجت التواجهات الإفريقية للسلم والأمن ضمن أولوياتها في مجلس الأمن الدولي وبمعاثدة نظرائها الإفريقيين ستعمل على إيجاد الحلول السلمية للنزاعات التي تستنزف مقدرات المنطقة الإفريقية وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها وأضاف أن دولتين هانا والغابون التي سوف تنضمان إلى مجلس الأمن الدولي السنة المقبلة ستحملان المشعل الإفريقي وتواصلان العمل على تعزيز تموقع القارة الإفريقية في العالم كما تعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى القضايا التي أثرت على العالم بصفة عامة ومنها التغيرات المناخية والإرهاب والهجرة والتنقل وتأثيرات أزمة كوفيد-19 قضايا وضعت المنطقة الإفريقية أمام تحديات جديدة يجب والقول لعثمان الجرندي يجب مواجهتها ورفعها أكثر من أي وقت مضى عبر مضاعفة الجهود المشتركة وذلك في إطار مقاربة جماعية وأكد الجرندي أن تونس ومن خلال ترأسها لمجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تعمل على وضع خارطة عمل مشتركة تهدف إلى تجذير الانتماء الإفريقي عبر تعزيز فاعلية آلية عمل الاتحاد الإفريقي في مجابهة التهديد الإرهابي لدول القارة وتقييم البناء المؤسساتي للحوكمة في إفريقيا والتحديات القائمة في هذا الخصوص خاصة وأن بلدان المنطقة الإفريقية تتوفر على جميع المقاومات التي تؤهلها لتحقيق ذلك ضرورة ولا يتحول الاستحقاق الانتخابي الليبي إلى جزء من مشكلة البلد الإفريقية أهم ما شدد عليه أمين عام المنظمة الأممية أنطونيو جوتراشا اليوم وسط تساؤلات وقلق يترددان بين أروقة الهيكل الأممية بخصوص نزاهة الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة وتعقيداتها تستمر عمليات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد تدبيبا لسباق رئاسة بعد رفض التعون المقدمة ضد ترشحي وحسب مصادر إعلامية فالتعون قدم فتح باشغال مرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى بدعوة أن تدبيبا لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات التقدم في المسار الانتخابي تقرأه الأمم المتحدة مرادفا لارتفاع منسوب المخاوف من سيادة الخلافات بين المعسكرات المتنافسة اضطرحت الأمم المتحدة تساولات حول نزاهة هذه الانتخابات مع تشديد الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتريش على وجوب أن لا تكون جزءا من المشكلة وضاف خلال مؤتمر صحفي أنه بناء على ما تغفر ستبدل قصار الجهود لتسهيل إجراء حوار يتيح حل المسائل المتباقية التي يمكن أن تقسما ليبيا وبدأ سفير النجارة الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بدأ أكثر تشاء منحي لسار الانتخابات المقبلة فوفق تقديري فشروط إجراء انتخابات حرة وذات مصدقية وديمقراطية وتوافقية لم تتحقق بعد وهذا استنادان لمعطيات ميدانية تفيد بأن المقاتلين الأجانب لا يزالون في ليبيا وخط التماس لا يزال في مكان ولا دلائل تذكر بشأن إعادة توحيد حقيقي للقوات العسكرية الليبية وتمثل هذه الانتخابات أكبر تحدي حتى الآن لمبادرة السلام المدعومة من الأمم المتحدة والليبيين أنفسهم بأغلبية واضحة صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين لفائدة القضية الفلسطينية يتعلق أولهما بمدينة القدس ويؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة ويجب إيقافها وأن أي حل دائم للمدينة يجب أن يراعي حقوق الطرفين ويثبت تحقيق تسوية عادلة وشميلة لقضية فلسطين وإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط ويتمحور ثانيهما حول الحث على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على وضع المدينة التاريخية والقانونية القائمة في أخبار الرياضة تويج العداء النرويجي البطل الأولمبي في سباق الأربعمائة متر حواجز كارستين مولهولم تويج بجائزة أفضل عداء في العالم العام الحالي وهي جائزة يسلدها سنويا لاتحاد الدولي لألعاب القوى كما آلت جائزة أفضل عداءة إلى الجمايكية البطل الأولمبي في سباقيا المائة متر والمائتي متر إلى انطمس في البطولة الهولندية لكرة القدم فاز فينورد روتودام على هيراكلس بهدفين لهدف مباراة جمعتهما مسامس ضمن الأسبوع الرابع عشر هيراكلس بدر بافتتاح التهديف بواسطة باكيتش غير أن فينورد تباكن من تسجيل هدفين عن طريق لويس سيبيتيس سيبيستسيرا يرفع رصيده في المركز الثاني إلى 32 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر آيكس أمسودا قد نوفاك جوكوفيتش منتخب بلاده سربيا إلى التأهل لنصف نهائي مسابقة كأسي ديفيس لتنس المنتخبات إذن انتصاره على الكازاخستاني أليكسندر بوبلاك بمجموعاتين دون رد في مسابقة الفردية وبفوز جوكوفيتش على بوبلاك نجحت سربيا في الانتصار على كازاخستان بفوزين مقابل فوز واحد وتأهلت بالتأهل الدوري نصف نهائي لتلاقي منتخب كرواتيا وقد وردنا الآن مشاهدين أن حركة السير تستأنف غدا بشكل عادي على جميع خطوط الشركة التونسية لسكك الحديدية بعد التوصل إلى اتفاق في جلسة تفاوض المساء اليوم بين الوفدين النقابي والإداري بإشراف وزير النقل ربيع المجيدي وينص الاتفاق حسب ما أفادنا به هاتفيا العرب اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة لسكك الحديدية إذن يتضمن هذا الاتفاق تعهد الإدارة بصرف أجور الأعوان في أجالها مستقبلا لشركتين شركتين السكك الحديدية وأشغال السكك الحديدية يوم الثامن والعشرين من كل شهر مع إحالة مشروع النظام الأساسي إلى سلطة الإشراف في ظرف أسبوع وعقد جلسة عمل يوم الثامن من ديسمبر الجاري للنظر في وضعية الشركتين المذكورتين نهاية الموعد الإخباري مشاهد الكرام وهذا تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيتم قريبا يعلن مواعيد استفتاء الشباب حول الشأن العامة وتركيبة اللجنة التي ستنظر في الإصلاحات السياسية استناف حركة سير السكك الحديدية غدا بشكل طبيعي بعد توصل إلى اتفاق بين الطرفين الإداري والنقبي في جلفة تفاوض حول صرف الأجور في أجريحة تباين الأراء بخصوص ارتفاع أسعار زيت الزيتون بين نقص الصابة وارتفاع كلفة الإنتاج والتحويل والأخبار تواكب جائزة ديوان الزيت لأجود منتج جديد الأخبار وصادقه يمكنكم متابعته دوماً عبر قناة يوتيوب وطنية ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفزة التونسية بيت التونسيين نلقاكم على الفيديو